اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفدة الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث هذا أن أناسا من عبد القيس قادموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيهم الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب من عمه بالسيف قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك قال وكنت أقبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ففيما نشرب يا رسول الله قال في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان قال وقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لأشجع عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأنا هذا هو الطريق الأول من حديث أبي سعيد الخذي رضي الله عنه وغالب المسائل التي في سبقا أخذناها في حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع هنا يقوي في الحديث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة هذا قد اختلط وهو معروف واختلاطه مشهور وكان ابتداء اختلاطه بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن سنة 2240 و100 يعني بدأ اختلاطه في سنة 142 والمعروف أن رواية المختلط فيها تفصل عند أهل العلم فيها تفصيل فمن روى عنه قبل الاختلاط فروايته مقبولة ومن روى عنه أثناء الاختلاط أو بعد الاختلاط فروايته مردودة ومن لم يعرف أروى عنه قبل أو بعد فهذا يتوقف في قبول روايته هذا هو المختلط طيب الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا أن رواية الصحيحين البخاري مسلم عنهما أو عنهم قبل الاختلاط أن رواية البخاري مسلم عنهم قبل الاختلاط فهنا رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى وإخراج حديث سعيد بن أبي عروبة كان قبل الاختلاط يعني أن أن ابن علية الراي عن سعيد بن أبي عروبة روا عنه قبل اختلاطه روا عنه قبل اختلاطه ولذلك أخرج حديثه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن قتاجة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر بعد ذلك قتاده أن الذي حدثه أبو نظرة الذي حدثه أبو نظرة ولذلك قال وذكر قتادة أبا نظرة عن أبي سعيد فيكون سعيد بن أبي عروبة يحدث عن قتادة بن دعامة السدوسي وقتادة يروي الحديث عن أبي نظرة وأبو نظرة يروي الحديث عن أبي سعيد الخذي رضي الله عنه وأبو نظرة اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة بكسر القاف واسكان الطاء اسمه أبو النظر اسمه أو أبو نظرة اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة بكسر القاف وسكوني الطاء واسكان الطاء العواقي بفتح العين والواو العواقي وهذا هو على المشهور وهذا هو عند الجمهور وهناك من يقول العوقي بسكوني الطاء لكن المشهورة والذي عليه الجمهور هو بفتح العواقي فأبو نظرة هذه اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة العوقي يروي الحديث عن أبي سعيد الخدري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد ابن مالك ابن سنان الخدري نسبة إلى خدرة منصوب إلى بني خدرة منصوب إلى بني خدرة فأبو سعيد اسمه سعد ابن مالك أبوه اسمه مالك أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك أبوه مالك ابن سنان الخدري هذا صحابي استشهد في معركة أحد رضي الله عنهما جميعا قال أن أناسا من عبد القيس قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر أي أن هؤلاء الحي من ربيعة كما أسلفنا يسكنون في شرق الجزيرة العربية في البحرين والأحساء يسكنون في شرق الجزيرة العربية وبينهم وبين المدينة النبوية التي يسكنها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كفار مضر كفار مضر وكانوا يقطعون الطريق فالذي يمر بهم لا يسلم منهم لا يسلم منهم فقالوا هنا بيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم وفي الرياوية لعند بن عباس في الشهر الحرم في الشهر الحرم والمراد الأشهر الحرم وهي أربع أشهر كما أسلفنا ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه ثلاث أشهر متتالية ورجاب ولذلك شهر رجب يقال له رجب مضر لأن كفار مضر كانوا يعظمون رجب فإذا دخل رجب فإنهم لا يقطعون الطرق ولا يحملون السلاح فيقولون بين وبينك كفار مضر فلا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم وخاصة في شهر رجب في شهر رجاب فإن رجب هذا يعظمه تعظمه كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأبر به من وراءنا يعني من قومهم ندخل به الجنة يريدون الجنة من دخل الإسلام لا يريد إلا الجنة ندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به فقال صلى الله عليه وآله وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هناك الرواية السابقة عند ابن عباس ذكر شهادة لا إلهي الله وبعض الرواية قال وعقد واحدة والمعنى واحد أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني هي الشهادة شهادة أن لا إلهي الله وأن محمدا رسول الله توحيد الله سبحانه وتعالى أعبدوا الله وحدوا ولا تشركوا معه وغيره فأخلصوا التوحيد لله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وهذا كله مر معنا لكن في بعض طرق الحديث السابقة في بعض طرق لم يذكر صوم رمضان وبعضها ذكي صوم رمضان فهذا يدل على تقصير من الراوي تقصير من الراوي وإلا فإن رمضان قد فرض فإنه فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلام قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأعطوا الخمس من الغنائم وهذا مر معنا كذلك أن كلمة وأعطوا الخمس من الغنائم معطوف على قوله وأمركم بأربع وأمركم بأربع وليست هي خامسة وليست هي خامسة وسبق الكلام عنها في الحديث السابق والخمس فيها لغتان الخمس والخمس يجوز بضم الميم وسكونها تقول الخمس والخمس الربع والربع الثمن والثمن السدس والسدس وهكذا الثلث والثلث فيجوز فيها الضم والسكون وأعطوا الخمس من الغنائم قال وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير كل هذا كذلك سبقت معنا في الحديث السابق والنهي هنا ليس عن ذات الآنية وإنما عن الانتباد فيها عن الانتباد في هذه الآنية فهنا يصير وأنهاكم عن أربع عن الدباء يعني عن آنية الدباء والحنتم والمزفة والنقير عن آنية الدباء يعني عن الانتباد في آنية الدباء والحنتم والمزفة والنقير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير يعني استبعدوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم النقير استبعدوا ذلك ولذلك يعني كلامه هنا في تعجب وفي استبعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عندما قال له والنقير قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير هذا استعجب واستبعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قال بلى قال بلى ثم أجابهم عن هذا النقير ما هو قال بلى جذع تنقرونه جذع تنقرونه الجذع جذع للشجرة نخلة أو للأثلة أو للشجرة الجذع ينقر وسطه ويكون إناء قال بلى جذع تنقرونه يعني ينقر وسطه فتقذفون فيه من القطيع تقذفون يعني تلقون وترمون تقذفون فيه يعني تلقون فيه وترمون فيه من القطيع والقطيع نوع من أنواع التمر الصغير القطيع نوع من أنواع التمر الصغير فتقذفون فيه من القطيع قال سعيد أو قال من التمر أو قال من التمر يعني الشك من القطيعاء أو من التمر والمعنى واحد فإن القطيعاء هو التمر الصغير القطيعاء هو التمر الصغير يلقى في هذا الوعاء الذي نقر ثم يضاف إليه الماء يصب عليه الماء ويترك من أجل أن يشرب من أجل أن يكون حلوا فيشرب قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء قال سعيد أو قال من التمر فالقطيعاء هو نوع من أنواع التمر الصغير نوع من أنواع التمر الصغير ورد في رواية وتذيفون به من القطيعاء وتذيفون بدل تقذفون بدل تقذفون ورد تذيفون بالذال المعجمة وورد تذيفون بالذال المهملة إذن عندنا لغتان تذيفون بالذال المعجمة وكذلك تذيفون بالذال المهملة وهما لغتان فصيحتان تذيفون وتذيفون والمعنى تخلطون تخلطون دافا أو دافا بمعنى خلطة وهناك تقذفون تقذفون يعني بمعنى ألقى وأرمى رمى وألقى قال ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه طبعا هم يأتون به التمر الصغير أو الزبيب ثم يصب عليه الماء ثم يترك فإذا ترك مدة طويلة فإنه يتغير ها يتغير ويصل له زبد فإذا سكن غليانه يشربونه وبعد أن يغلو ثم ويزبط ثم يسكن بعد ذلك صار مسكرا صار مسكرا فيشربونه فإذا شربوه تغيرت عقولهم تغيرت عقولهم ولذلك هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتبال في هذه الأوعية لأن النبي إذا تغير لا يظهر لا يظهر في هذه الأوعية فلذلك قد يشربه الإنسان يظن أنه لم يتغير وهو قد تغير فيشكر وهو لا يعلم قال حتى إذا سكن غليانه شربتموه ثم قال حتى إن أحدكم أو إن أحدهم الشكم الراوي حتى إن أحدكم خاطبهم خطاب لهم أو إن أحدهم لا يضرب ابن عمه بالسيث بسبب أنه شرب هذا النبي بعد أن تغير وصار مسكرا تغير عقله فيضرب ابن عمه وهو من أحب الناس إليه وهو من أحب الناس إليه ومع ذلك يضربه بسبب أنه قد تغير عقله بسبب هذا النبي الذي شربه وقد تغير وصار مسكرا فقال ليضرب ابن عمه بالسيف مع أنه ابن عمه هذا هو من أحب القوم ومن أحب الناس إليه قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك يعني كان من المجموعة من الوفد الموجودين رجل قد ضربه ابن عمه بعد أن شرب هذا النبي وصار مسكرا وصار مسكرا فتغير عقله وضرب ابن عمه وضربه قد ظهر في ساقه قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك يعني بسبب بسبب أنه شرب هذا النبي بعد أن تغير وبعد أن أصبح مسكرا قال وكنت هذا الذي كان معهم قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أخبأها يعني أسترها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سبب هذا الجراح وسبب هذا الضرب هو بسبب هذه بسبب هذا السكر نسأل الله سلامه قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فقلت فقلت ففيما نشرب يا رسول الله ففيما نشرب يا رسول الله هنا الفاء ففيما الفاء ففصيح واقع في جواب شرط محذوف تقديره إذا نهيتنا عن انتباذ في هذه الآنية وعن الشرب النبيذ في هذه الآنية ففيما نشرب يا رسول الله ففيما نشرب يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم في أسقية الأدم الأسقية جمع والمفرد منه سقاء الأسقية جمع والمفرد منه سقاء والأدم كذلك جمع قال ففي أسقية الأدم والأدم هو الجلد الذي تم دباغه المدبوغ الجلد المدبوغ الذي دبغ في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها التي يلاث على أفواهها يعني يربط بالخيط على أفواهها يعني هذه الأسقية القربة من الجلد المدبوغ القربة من الجلد المدبوغ إذا وضع فيها النبيذ إذا وضع فيها النبيذ فتغير هذا النبيذ وتحوى إلى السكر فإنه يظهر ذلك في هذه الأسقية تنتفخ تنتفخ هذه القرب وهذه الأسقية التي من الجلد وقد تنشق غالبا فيظهر فيها أنه قد تغير هذا النبيذ فلذلك أذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتبذوا في هذه الأسقية من الجلد المدبوغ لماذا؟ لأن هذا النبيذ إذا تغير وتحول إلى مسكر فإنه يظهر يظهر في القربة فقد تنتفخ هذه القربة قد تنتفخ بل قد تنشق غالبا قال في أسقية يعني انتبذوا في أسقية الأدم التي يلاث يعني يربط على أفواهها بالخيط يربط يؤتى بالحبل أو بالخيط فيربط على أفواهها قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم الجرذان هي ذكور الفئران وقير الفئران كلها الفئران إن أرضنا كثيرة الجرذان هي الفئران أو نوع معنواع الفئران ولا تبقى بها أسقية الأدم طبعا الفار يجوز قتله في الحل والحرم حتى في الحرم لو وجد في الحرم فإنه يقتل فإنه يقتل قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم يعني الفيران تتسبب أو تقطع هذه القرب التي تكون من الجلد تقطعها وتتلفها فكأنهم يريدون من نبي صلى الله عليه وسلم أن يأذى لهم في الانتباذ في تلك الأوعية في أوعية الدباء والحنتم والنقير والمقير فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان يعني لا تنتبذ ولا تشرب النبيذة إلا في هذه الأسقية التي تكون من الجلد المدبوع وإن أكلتها الجرذان ثم كرر ذلك ثلاث مرات للتأكيد وإن أكلت الفيران وإن أكلت الفيران وإن أكلت الفيران لا تنتبذ إلا في أسقية في أسقية الأدم يعني في أسقية الجلد المدبوع قال وقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لأشجي عبد القيس كلمة أشج هو الذي سمه به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مر معنا مر معنا في حيث بن عباس اسم الأشجي عبد القيس ما اسمه مر معنا وكذلك سبب تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك مر معنا قدومه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبب تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بقوله إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنى سبق هذا شرحه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وبينا السبب الذي من أجل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنى ولا داعي لإعاجتها مرة أخرى الطريقة الثانية قال حدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثني ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفداء وذكر ابن نظرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بمثل حديث ابن علية بمثل حديث ابن علية السابق الطريقة الأول بمثل حديث ابن علية غير أن فيه زيادة وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر الطريقة الثالث قال حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حا وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزاعة أن أبا نظرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله في ذاك ماذا يصلح هنا من أشربة فقال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله في ذاك أو تدريم النقير قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكا وعليكم بالموكا انتهى حديث أبي سعيد الخدري بطرقه لكن عندنا هنا في الطريق الأخير هذا بعض الإشكاليات في سند الحديث بعض الإشكال في سند الحديث هنا في الحديث يقول قال الإمام مسلم حدثني محمد بن بكار البصري حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج ثم قال حالي تحويل السند من سند إلى آخر قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج إذن الطريقان يلتقيان في ابن جريج فأبو عاصم وعبد الرزاق كلاهما يرويان الحديث عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج قال ابن جريج ماذا يقول قال أخبرني أبو قزعة قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نظرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره هنا في إشكال في هذا السند قال بعضها العلم قوله أن أبا نظرة أخبره وحسنا أخبرهما والإشكال هنا ظن البعض أن حسنا هنا المراد به الحسن البصري والحسن البصري رحمه الله تعالى روايته عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرسله فهو لم يلقه ولم يسمع منه فقالوا هذا فيه إشكال ولكن الصحيح أن الحسن هنا أن حسن هنا ليس هو الحسن البصري وإنما هو الحسن ابن مسلم ابن يناق والحسن ابن مسلم ابن يناق هذا رجل أو راو ثقة وروا وقد روا عنه ابن جريج في غير هذا الحديث قد روا عنه ابن جريج في غير هذا الحديث فأبو قزعة والحسن حسن الحسن ابن مسلم ابن يناق زميلان يرويان عن أبي نظرة وأبو نظرة يروي عن أبي سعيد الخدري فيكون ابن جريج ابن جريج يروي ابن جريج يروي عن أبي قزعة والحسن ابن مسلم ابن يناق وهما يرويان وهما يرويان عن أبي نظرة وأبو نظرة يروي عن أبي سعيد الخد رضي الله عنه وعليه يكون لا إشكال في هذا السند أو في سند هذا الحديث والحمد لله قال أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله في داعك جعلنا الله في داعك يعني هذه دعاء أن الله عز وجل يصرف عنك المكاره ويقيك المكاره والشرور هذا معناه جعلنا الله في داعك جعلنا الله في داعك يعني يقيك الله عز وجل المكاره والشرور ماذا يصلح لنا من الأشربة يعني المراد النبيذ يعني الذي نتبذ ما نتبذه والآنية التي ننتبذ فيها الأشربة ونشرب فيها ونخلط معها التمر والزبيب ماذا يصلح لنا من الأشربة فقال لا تشربوا في النقير فقال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله في داعك أو تدري من نقير يعني هل تعرف النقير؟ يعني كأن النقير هذا ليس عنده موجود في المدينة فلا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعني استفهام تعجب واستبعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف النقير عندما قالهم لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله في داعك أو تدري من نقير قال نعم الجذع ينقر وسطه الجذع ينقر وسطه قال ولا في الدباء ولا في الحنتمة وهذا كله مرة معنا في الأحيات السابقة في الطرق السابقة قال وعليكم بالموكا وعليكم بالموكا الموكا بضم الميم وإسكان الواو ومعناه أنبذوا في السقاء الدقيق الذي يوكا يعني في القرب في السقاء وفي القرب الذي يوكا أن يربط فوه بالوكا والوكا هو الخيط الوكا هو الخيط الذي يربط به قال وعليكم بالموكا وعليكم هنا عليكم جار مجرور عليكم اسم فا اسم أو فعل أمر عفوا عليكم فعل أمر أو اسم فعل أمر ومعناه ومعناه إلزموا إلزموا الموكا والموكا يعني معناه أنتبذوا أو انبذوا في الأسقية التي توكا أي تربط أفواهها بالخيط بالوكا وهو الخيط الذي يربط الذي يربط قال وعليكم بالموكا في نهاية هذا الحديث أو هذه الطرق ذكر الإمام النوي رحمه الله تعالى أحكام وفوائد من هذا الحديث فقال رحمه الله تعالى قال وأما أحكامه معني فقد اندره جمل منها فيما ذكرته وأنا أشير إليها ملقصة مقتصرة مرتبة قال ففي هذا الحديث وفاديت الرؤساء والأشراف إلى إما عند الأمور المهمة وهذا يعني عندما وفد عبد القيس وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم اختاروا أربعة عشر رجلا من أشرافهم ومن ساداتهم ووفدوهم وسبقوهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيأخذ منه وفاية الرؤساء والأشراف إلى إما عند الأمور المهمة قال وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة تقديم الاعتذار بين يدي المسألة فإنهم عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر والمسافة كذلك ذكروا أن المسافة بعيدة بينهم وبينه بيننا وبينك شقة يعني مسافة بعيدة ثم قالوا بين وبينك كفار مضر ولا نستطيع الناتيك إلا في السنة مرة واحدة فهذا اعتذار بين يدي المسألة قال وفيه بيان مهمات الإسلام وأركان ما سوى الحج ففي الحديث بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الأربعة شاة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ولكنه لم يذكر الحج لأن الحج لم يفرض الحج على الصحيح والمشهور أنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة على المشهور من أقوائها العلم أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة وكان وفد عبد القيس في عام الفتح في السنة في السنة الثامنة فهم وفدوا عن نبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة وفي السنة الثامنة لم يفرض الحج ولذلك لم يذكر في الحديث قال وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج قال وقد قدمنا أنه لم يكن فرض قال وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه وهذا كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما فإنه كان عنده أبو جمرة نصر بن عمران وكان يترجم له بينه وبين الناس يفهم الناس يبلغ كلامه للناس أو يفهمهم الكلام الذي لا يفهمونه قال وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما قال وكذلك يستدل به على أنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد يعني يأخذ بقول أحد في الخبر الثقة يأخذ بقوله وإن كان واحدا في الفتوى في نقل الأخبار الأحاد يأخذ بها في العقائد وفي الأحكام أحاديث الأحاد يأخذ بها إذا صحت عن نبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ بها في الأحكام وفي العقائد وغيرها قال فإنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد قال وفيه استحباب قول الرجل زواره والقادمين عليه مرحبا ونحوه والثناء عليهم إناسا وبسطة وهذا كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم وفد عبد القيس فإنه قال مرحبا بالقوم وقد قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها لهذا الوفد وقالها فرادة للأفراد قالها لابنته فاطمة مرحبا بابنته فاطمة وقالها لأمهاني مرحبا بأمهاني فيأخذ من هذا أن الإنسان إذا جاءه ضيفا يرحب به وأن يذكر له يذكر له من الكلمات التي فيها ما يؤنس ما فيها إناس وفيها يعني تطيب الخاطر كذلك يوخذ من الحديث قال جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يقف عليه فتنة بإعجاب ونحوي وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على الأشج عبد القيس وقال إن فيك لخصلتين الحلم والأنى وهذا ثناء عليه في وجهه وورد بعد الأحاديث النهي عن الثناء في الوجه والجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض أنه ينظر لهذا الإنسان يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فبعض الأشخاص إذا أثنيت عليه في وجهه فإنه قد يصاو بالعجب قد يصاو بالعجب ويتكبر بهذا الثناء ويتغطرس ويتكبر على الناس وبعضهم إذا أثنيت عليه لا يؤثر في هذا الثناء لا يؤثر في هذا الثناء بل يزيده شكرا وقربا وتواضعا فإنه يعلم أن هذه الثناء هو من عاجل بشرى المؤمن فلا يزيده إلا تواضعا لا يزيده إلا تواضعا فهنا الثناء في الوجه يختلف باختلاف الأشخاص يجوز عند أمن الفتنة ولا يجوز عند إذا عرفت أن هذا الشخص قد يصاو بالغرور وبالعجب إذا أثنيت عليه فلا يجوز لك أن تثني عليه حتى لا تقطع رقبته والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على كثير من الصحابة رضي الله عنهم هذا أثنى على الأشج وأثنى على أبي بكر رضي الله عنه وأثنى على عمر وأثنى على عثمان وأثنى على علي رضي الله عنهم جميعا وأثنى على بعض الصحابة وكذلك الصحابة أثنى بعضهم على بعض فأثناء في الوجه وجد والحمد لله لكن إذا أمنت الفتنة إذا أمنت الفتنة يجوز الإنساء أن يثني في الوجه وأما إذا يخشى عليه الفتنة فلا يجوز إذا خشيت أنك إذا أثنيت على شخص وقد يتغجر بهذه الثناء ويصاب بالعجب والتكبر فلا يجوز لك أن تثني عليه ويكون هنا قد انتهينا والحمد لله من حديث وفد عبد القيس بحديثي حديث بن عباس وطرقه وحديث أبي سعيد الخضي رضي الله عنه وطرقه وفي اللقاء القادم إن شاء الله سننتقل إلى حديث آخر جديد من أحاديث صحيح مسلم رحمه الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة